مرحبا بكم في دورة احتراف الاستثمار في العملات الرقمية في هذا الدرس سنقوم بشرح النفاهيم الأساسية وكما قلنا بأننا سنقوم بشرح كل شيء من الصفر في البداية أول شيء سنقوم بتعريفه هو المنصات أنت عندما تريد أن تقوم بشراء أو بيع عملة رقمية أسأل أنت بحاجة إلى منصة ويوجد نوعين من المنصات التي تتمكن من خلالها من شراء العملات الرقمية يوجد منصات مركزية ويوجد منصات لامركزية اللامركزية اختصارها DEX-Dix وتعني Decentralized Exchange ومنصات مركزية اختصارها SEX-Centralized Exchange في المنصات المركزية إذا أردت أن تقوم بعمل حساب فأنت بحاجة إلى إيميل وباسورد وأثبات شخصية وهذه المنصات أيضا خاضعة للرقم في حال انتهكت سياسة الخصوصية أو ارتكبت أي جرم معين أو قمت بشراء أي عملة من مصدر غير موظوء وكان هذا المصدر مثلا أموال مسروقة وتم الإبلاغ عنها مؤخرا سيتم إخلاق حسابك وسنوضع هذا الأمر في دروس قادمة وبالنسبة لمنصات اللامركزية فإذا أردت أن تقوم بالشراء من منصة لامركزية فأنت بحاجة إلى شيء يسمى محفظة لامركزية التي ستتمكن من خلالها من الدخول إلى المنصة اللامركزية وسنقوم بشرح هذا الأمر وحاليا المنصات اللامركزية لا تتطلب إثبات شخصية وأيضا خاضعة للرقابة ففي حال قررت الجهات الرقابية في العالم أن تقوم مثلا بأمر منصة أن تقوم بعمل تحديث معين أو إزالة شيء معين ستستجيب هذه المنصة اللامركزية عن طريق نظام التصويت الذي سنقوم بشرحه في هذا الدرس وبالتالي ستقوم بهذا التحديث وإذا كان هناك أموال مثلا مصنفة بأنها أموال مسروقة أو ضمن فئة البلاك لست فعندما تقوم بربط محفظتك اللامركزية بالمنصة اللامركزية سيتم منعك من التفاعل كل شيء خاضع للرقابة الآن سنتحدث عن عنواع المحافظ لدينا نوعين من المحافظ هذه المحافظة أنت المسؤول عنها تكون أنت الذي تمتلك الوصول إليها فقط أما النوع الآخر فأنت في هذا النوع لا تمتلك البرايفت كي الخاص بك ولكن تضع ثقتك في المنصة وتجعلها هي المسؤولة عن حماية البرايفت كي الخاص بك طبعا من الأفضل سنتطرق إلى هذا الموضوع في فيديو آخر كل النوعين هناك ناس أفلست بسبب عدم نزاهة المنصات وهناك أشخاص آخرين أفلسوا لأنه تم سرقتهم من المحافظ من نوع ففي المحافظ من نوع مثال على هذا النوع هي المنصات المركزية فهي تندرج تحت هذا الصفر ومن ميزاتها أنك تستطيع أن تقوم بعمل عن طريق الإيميل إذا فقدت الوصول مثلا إلى هذه المحافظة وفي بعض الأحيان في حال تم سرقت المنصة فمن الممكن تعويضك أما إثبات الشخصية فهو أمر مطلوب وأيضا خاضع للرقابة وبالنسبة للمحافظ من نوع مثل مثل مثلا فتستطيع عمل عليها حساب بدون إيميل وأيضا حاليا بدون إثبات الشخصية أي إذا كان هناك الشخص مثلا لديه مشاكل قانونية يستطيع عمل حساب عليها حتى هذه اللحظة وهذا الأمر ربما سيتغير عندما يتم عمل ID أو KYC بشكل لا مركزي بطريقة أو بأخرى وبالنسبة للرقابة أيضا المحافظة لا مركزية من نوع سيلف كستدي والتخاضع للرقابة ففي حال أجبرت الجهات الحكومية أي محفظة على عمل تحديث معين أو حذف شيء ما فبالتالي سيستجيب المجتمع ويقوموا بعمل هذا التحديث والتصويت عليه أما الآن سندخل في المفاهيم الأساسية التي سترافقك في كل لحظة ألا وهي معلومات العملة أولا لكل عملة سعر أي بالإنجليزية price مثلا سعر البيتكوين الآن هو 72 ألف دولار أما عن circulating supply فهو يعبر عن عدد العملات الحالي المتاح للتداول فمثلا في البيتكوين الآن يوجد 19 مليون عملة للتداول أما بالنسبة عن total supply فهو يعبر عن عدد العملات الحالية المتاح للتداول وعدد العملات أيضا المغلقة الغير متاحة للتداول ولكن هذه العملات تم طباعتها أو تعدينها مسبقا بالنسبة للبيتكوين لا يوجد أي عملات مغلقة سنقوم بشرح هذا الأمر على عملات أخرى لاحقا أما بالنسبة عن maximum supply فهو يعبر أيضا عن السقف الكلي أو الحد الأقصى لعدد العملات لهذا البروتوكول أو لهذا البلوكتين مثلا في البيتكوين هو 21 مليون عملة طبعا في بعض البروتوكولات يستطيع أيضا الفريق أن يقوم بعمل مقترع على الشبكة الخاصة به ويقوم بالتصويت ويقوم برفع السقف هذه العملة أي بمعنى آخر بأن العملات التي لها maximum supply ستصبح عملات ليس لها maximum supply ولكن ذلك يعتمد على طبيعة الكود المرمجي داخل هذا البلوكتين فلا تستطيع أن تفعل هذا الأمر مع جميع العملات الرغمية وهناك أيضا عملات تقول بأن لها maximum supply كذا ولكن يستطيع الفريق المطور طباعة كميات لانيائية من هذه العملة ومن دون الرجوع إلى نظام التصويت وهذه بعض الهيئة التي يستخدمها المحتالين في هذا المجال وسنقوم بشرح هذا الأمر أيضا في المستقبل أما بالنسبة على المركز كاف فهو يعبر عن القيمة السوقية للعملة مثلا البيتكوين الآن 8.72 ألف دولار وعدد قطع الحالي المتاح للتداول هو 19 مليون قطع فسنقوم بضرب السعر في السيركولاتين سبلاي فيظهر أمامنا 1.4 تريليون دولار هذه هي القيمة السوقية للبيتكوين أما عن الفوليوم فهو يعبر عن حجم التداول أي يعبر عن كمية الأموال التي قامت بشراء وبيع هذه العملة الآن سنأخذ تطبيق عملي لطريقة معرفة هذه الأرقام من المواقع المخصصة لدينا موقع يسمى الكون ماركت كاب يمكنك تحميل التطبيق الخاص به على هاتف فتستطيع من خلاله الوصول إلى جميع بيانات العملات الرقمية فإذا قمنا بالدخول إليه فسنشاهد العملات مرتبة في الأسفل فمثلا إذا دخلنا إلى البيتكوين سنشاهد جميع ما شرحناه قبل قليل الماركت كاب والتوتال سبلاي والماكس سبلاي وهذا الموقع يحتوي على جميع العملات الرقمية في العالم فيمكنك الدخول والاطلاع عليه فهو يقوم بوضعه الافتراضي بترتيب العملات بناء على الماركت كاب أي القيمة السوقية هكذا انتهينا من جزء الأول لبعض المفاهيم الأساسية وهذه المفاهيم جميعها سترافق أما الآن سندخل على الجزء الثاني النظام الاقتصادي للعملات أول شيء الذي يسمى بالتوكوناميكس أي اختصار لتوكوناميك لكل عملة نظام الاقتصادي خاص بها ولكل عملة رقمية منتجات خاصة به وهذه المنتجات تتفاعل فيما بينها فيتم وضع عمولات لهذه التفاعلات ولعمليات التحويل على هذه الشبكة وذلك لأن كل بروتوكول أو بلوكتشين يملك نظامه الاقتصادي الخاص به لكن الآن قبل أن نقوم بشرح هذا الأمر يجب علينا أن نطلع على بعض المفاهيم فمثلا أول مفهوم الذي يسمى ماينينغ الذي سنتقوم بشرحه بعد قليل أيضا المانيك هو عبارة عن طريقة يمكنك الحصول بها على العملة الرقمية من خلال تعدينها وتعدينه يحتاج إلى هارد وير أي عليك أن تقوم بشراء مثلا كروت الشاشة فمثلا هذا الصنف يسمى proof of work هناك شيء يسمى proof of space فعليك أن تقوم بشراء هارد ديسك أو القرص الصلوب لكي تقوم بتعدين هذه العملة وهذه المفاهيم سنقوم بشرحها بعد قليل هناك شيء يسمى staking فأنت تستطيع مثلا أن تربح هذه العملة أو تحصل عليها من خلال أن تقوم بعمل staking أي تقوم أنت بشراء هذه العملة التي تم سكها مسبقا وتقوم بوضعها في عقل ذكي وتغلقها ومن ثم ستحصل على أرباح أما المفهوم الثالث فهو يسمى token board ففي أغلب العملات الرقمية هناك نظام حرق معين فعندما يحدث تفاعل على هذا البروتوكول أو البلوكتين هناك بعض العملات التي يتم حرقها وإخراجها من السبلاي فبالتالي هذا يؤدي إلى إنكماش السبلاي فبالتالي سيساعد هذا الأمر النظام الاقتصادي هذه المفاهيم يجب أن نشرحها لكي نستطيع أن نفهم ما هو التوكوناميكس أما الآن هناك عملات رقمية لديها سبلاي محدد لديها السقف وهناك عملات رقمية أخرى ليس لديها السقف أي limited supply بمعنى أنها تزيد بشكل نهائي كمعنى ولكن الأمر ليس هكذا نحن نعلم بأن هناك علاقة عكسية بين السعر والسبلاي أي كلما ارتفع السبلاي يقل سعر العملة ولكن في العملات الرقمية الأمر مختلف لأن سعر العملة يعتمد على عدة معايير ليس فقط على السبلاي وهذه المعايير إذا اجتمعت وكان النظام الاقتصادي ناجح والعملة ناجحة وكان لديها قبول وأستخدام ستنجح العملة بغض النظر هل كان لها limited supply أم unlimited supply ففي العملات التي تنترك supply لا نهائي هذا لا يعني بأنها ستزيد بشكل لا نهائي لا بل إذا كانت العملة ناجحة وقوية وتم برمجتها بالطريقة الصحيحة وكان عليها إقبال ويوجد لديها مثلا نظام حرق فبالتالي هي سترتفع إلى حد معين وسيصبح هناك اتزان وستثبت هذه العملة وستزيد وربما ستنقل وربما عندما ترتفع سيرافق ذلك الارتفاع في السعر لا يوجد أي مشكلة ولكن إلى حد معين فهناك الخطأ شاعي ينتشر بين الكثير من المستخدمين بأنهم يقولون بأن العملات التي لديها ماكسموس بلاي هي أفضل من التي ليس لديها وهذا الكلام خاطئ الآن سنقوم بشرح التوكوناميكس بشكل مبسط الآن عندما يتم طرح العملة الرقمية مثلا تقول لك هذه العملة الرقمية بأنها لديها مثلا مئة مليون قطعة وهذه المئة مليون قطعة أو العملة الرقمية سيتم توزيعها على الشكل التالي مثلا سيتم توزيع 5% على الماركتينج والمؤسس والفريق سيأخذ مثلا 20% وهكذا الأمر هذا الأمر يسمى توكن اللوكيشن أي نسبة توزيع التوكن يكون هناك للمجتمع نسبة فيخذف نسبة توزيع التوكن من عملة إلى أخرى ولكن دائما هناك للفريق واللكوميونيتي وللماركتينج وللإكو سيستيم الخاص بنفس المشروع فيتم توزيع هذه العملة الرقمية بناء على هذه المعادلة وتختلف من عملة إلى أخرى أما بالنسبة عن الفيستينج بيريوت فهو يعبر عن نسبة فك هذا التوكن فمثلا إذا قلنا بأن للفاوندر أو للفريق المطور 20% فهذه العشرون بالمائة لن يحصل عليها في نفس لحظة إطلاق العملة فسيتم فكها بالتدريج على مدار مثلا عام أو عدة أعوام أو خمسة أو سبعة أعوام ويختلف هذا الأمر من عملة إلى أخرى حسب الفريق المطور فلكل عملة نظام اقتصادي خاص بها أما الآن سنشرح نظام الـ كما تحدثنا في الدرس السابق لكل بروتوكول أو عملة رقمية نظام حوكمة يوجد لكل عملة رقمية نظام حوكمة خاص بها الذي يسمى بالـ فعندما يتم طرح أي تحديث على هذا البروتوكول أو العملة الرقمية أو البلوكتشين يتم عرضها على شبكة أمام الجميع ويتم كتابة جميع التفاصيل التي سيتم تحديثها ومن ثم سيقوم المجتمع بدوره بالتصويت بالقبول أو بالرفض هذا هو النظام اللامركزي هكذا انتهينا من تعريف التوكن نامكس ألا وهو النظام الاقتصادي للعملة أي نسبة توزيع التوكن على الفاوندر والتيم وإلى آخره والفترة الزمنية لفك هذا التوكن الآن سندخل في مصطلح الـ لكل عملة رقمية ولكن ربما تكون تحت مصطلح مسمى ويت بيبر ربما ستتجدها تحت مسميات أخرى والورق البيضاء هي بكل بساطة هي وثيقة مفصلة تحدد مفهوم التكنولوجيا والأهداف وإستراتيجية التنفيذ لعملة رقمية أو لمشروع معين أي باختصار يوجد بها جميع معلومات هذه العملة الرقمية التي تريد الاستثمار بها ويوجد بها التوكنميكس الذي شرناه قبل تقليل وفكرة المشروع وما الذي يهجف إليه هذا المشروع وهو الذي يميزه عن غيره فدائما عندما تقدم بالاستثمار بأي عملة رقمية يجب عليك أن تقوم بقراءة الوايت بيبر هكذا انتهينا من هذا المفهوم الآن سندخل على مفهوم آخر وهو الماينر والفاليديتور الآن كما تحدثنا سابقا بأن الوب 3 قائم على تكنولوجيا البلوكتشين وقلنا بأن البلوكتشين يتميز بالشفافية والأمان وهذه الشفافية والأمان المسؤول عنها هم الفاليديتور أو الماينر فالشيء المسؤول عن أمان وثبات هذا البلوكتشين هذه العملة هم الفاليديتور والماينر فهم الأشخاص الذين يقومون بتوثيق البيانات على البلوكتشين ويقومون بتأكيد المعاملات والتأكد مثلا بأن هذا الشخص لديه هذا الرصيد الذي يريد أن يقوم بسعبه أم لا ولكن بكل بساطة هم المسؤولون عن أمان البلوكتشين فأي بلوكتشين يتم تأمينه من خلال الفاليدياتور أو الماينر أما بالنسبة عن الفاليدياتور فهي تعتمد على شيء يسمى proof of stick أي أنت إذا كنت أن تصبح فاليدياتور لهذه العملة أي تصبح موثق عليك مثلا أن تقوم بشراء كمية معينة من هذه العملة وتقوم بإغلاقها عن طريق عقد مؤين وتقوم بعمل شيء يسمى النود سنقوم بشرحه لاحقا وبالتالي أنت تصبح فاليدياتور وهو موثق لهذه الشبكة وبالتأكيد ستحصل على عمولات ومكافآت مقابل هذا الأمر أما عن الماينر نفس الأمر بالتمام ولكن هو يعتمد على شيء يسمى بي أو دابليو أي proof of work أي إثبات العمل هنا إثبات الحصة هنا إثبات العمل ويتم تأكيد الشبكة من خلال حل معادلات رياضية معقدة بالتالي عندما تقوم بحلها ستحصل على المكافأة وأيضا ستحصل على المكافأة التي تتم من خلال عمليات التحويل على هذه الشبكة وهو هذا الأمر proof of work يحتاج إلى أجزاء أي هاردوير مثلا مثل كروت الشاشة بمواصفات معينة فتستطيع من خلالها أنت أن تصبح ماينر ومثال على عملة proof of work هي البيتكوين والproof of stake هي الإيثريوم علما أن الإيثريوم كانت تعتمد على proof of work ومن ثم انتقلت إلى proof of stake أحب هنا أن أنوى بأن هناك بعض العملات الرقمية التي لديها بلوكتشين خاص بها ويطلق عليها مسمى كوين وهناك عملات الرقمية لا تنتلك بلوكتشين خاص بها ولكن تقوم ببناء نفسها على بلوكتشين آخر وهنا هي تسمى token وهذا الأمر سنقوم بشرحه لاحقا الآن سنأخذ تطبيق على المعلومات التي قمنا بشرحه ومثلا الآن لدينا عملة تسمى space ID سنقوم بالدخول إلى الموقع والإطلاع على جميع البيانات التي قمنا بشرحها سنقوم بالبحث عن عملة التي تسمى ID سنكتب هنا في البحث ID وسندخل إليها وسنشاهد بأن العملة اسمها space ID ثمانة وهو 80 سنت طبعا الآن ثمانة مرتفة هو دولار ونصف ولكن قمت بإعداد هذا الملف سابقا وكمانا نشاهد هنا يمكن للطلاع على الماركت كاب ويمكن لأيضا مشاهدة circulating supply والتوتل والماكس سبلاي الذي قمنا بشرحه قبل قليل وهنا كما نشاهد بأن circulating supply هو 400 مليون تقريبا أي يقول لك 24% من كامل السبلاي وكمانا نشاهد هنا بأن التوتل سبلاي هو تقريبا 2 مليار ولكن هذه الكمية هي مغلقة أي غير متاحة للتداول الآن وسيتم فكها بشكل جزء في السنوات المقبلة فالآن مثلا إذا أردنا أن نقوم بمعرفة الويت بيبر فوكمانا نزلنا إلى الأسفل سنشاهد بأن الويت بيبر توجد هنا ولكن هناك الكثير من المواقع التي لا تضع الويت بيبر الخاص بها في موقع الكون ماركت كاب فدائما يجب عليك الدخول إلى الويب سايت وأنا نحب أن ننوه إذا كنت تريد أن تعلم ما هي المنصة التي تبيع هذه العملة ما عليك إلا النقر على ماركت وستشاهد جميع المنصات التي تبيع هذه العملة أما الآن سندخل إلى الموقع الخاص الويب سايت وسنبحث عن المعلومة الخاصة بنا ولكن إذ لم نجد هذه المعلومة ما عليك إلا دخول إلى جروب الدسكورد الخاص بهم أو إذا كان هناك جروب تليقرام وسؤال الكوميونيتي الذي يوجد في هذه التطبيقات وسيقوم بإجابتك على أي سؤال تريد الآن سنقوم بالدخول إلى الموقع كما نشاهد يوجد لدينا شيء هنا يسمى resource إذا ضغطنا عليه نشاهد هنا بأن هناك نظام الحكمة إذا كنا نريد مثلا التصويت على أي أمر نشاهد أنه كان هناك تصويق قبل 40 يوما وتم التصويت عليه وهنا نشاهد الvalidator الذي لديهم قوة تصويتية بالأرقام التي تشاهدها أمامك فمثلا عندما يتم طرح مقترع على هذه الشبكة ستكون قوة الvalidator حسب الرمز الذي يمترك وأنت كمستثمر تستطيع أن تقوم بعمل شيء يسمى delegate شيء يسمى تفويض لهذا الvalidator وبالتالي تقوم بحجز العملات الخاصة بك معه فبالتالي ستحصل على نسبة مئوية كمكافأة لهذا الأمر لأنك تتشارك معه في تأكيد الشبكة أما الآن سندخل على document أو docs فهي نفس مصطلح ال white paper فتتشاهد شرح لكل شيء يتعلق في space ID وإذا دخلنا على token فتتشاهد التوكن الخاص بها موزع كالتالي مثلا هناك نسبة للماركتينك 260 مليون وتوزع على 4 سنوات وهذا الأمر فتستطيع أن تعلم جميع المعلومات ويوجد لديهم أيضا نظام حرق PyBorn وهذا أمر هام للنظام الاقتصادي هكذا تهينا من هذا التطبيق الآن سنقوم بتعريف مصطلح آخر يسمى هجرة التوكن هذا الأمر هام جدا الكثير من الأشخاص أفلسوا بسبب عدم معرفتهم بهذا الأمر في بعض الأحيان تقوم العملة بالنقل من blockchain الخاص بها إلى blockchain آخر أو مثلا تكون هي مبنية على blockchain آخر وتقوم بالنقل من هذا البلوكتين إلى blockchain آخر فبالتالي يجب عليك أنت كمستثمر أن تقوم بعمل بعض الإجراءات لكي لا تقوم بخسارة هذا التوكن لأنك إذا كنت تخزن العملة الخاصة بك في محفظة لا مركزية سيتم يعطيك مثلا فترة سماح شهر ويد ثم سيتم إغلاق هذا الأمر وستخسر التوكن الخاص بك فيجب عليك أن تقوم بعمل هجرة للتوكن الخاص بك ولكل عملة رقمية طريقة خاصة بها ولكن يجب أن تنتبه لهذا الأمر أما الآن سننطلق إلى مصطلح transaction أي الحوالات في أي عملة رقمية تستطيع إرسالها وإستقبالها هناك موقع مخصص لمراقبة هذه الحوالات مثلا إذا دخلنا على space ID ودخلنا إلى الإكسبلولر أي تستطيع أن تقول المصفح المسؤول عن مراقبة الحوالات تستطيع أن تشاهد جميع الحوالات وتشاهد من هو المرسل ومن هو المستقبل أما عن المصطلح الذي يعرف بالطرح الأولي أو الاكتتاب فهو بكل بساطة طريقة لجمع رأس المال للمشاريع والعملات المشفرة في المراحل المبكرة والذي يسمى الطرح الأولي للعملة حيث تقوم هذه الشركة الناشئة التي تعتمد على تقنيت البلوكتين بصدق كمية معينة من الرمج الرقمي الأصلي الخاص بها وتقدمها للمستثمرين الأوائل عادة مقابل عملات مشفرة أخرى فمثلا تستطيع أنت الاستثمار في عملات دم تنزل بعد للتداول تستطيع أن تكون أنت أول شخص مشارك في هذه العملة فبالتالي ستأخذها بسعار رقيس جدا فبالتالي ستحقق أرباح كبيرة ولكن هذا الأمر خطير جدا جدا لأن أغلب الاكتتابات هي اكتتابات احتيالية ونجاح هذا الاكتتاب يعتمد على عدة أمور منها وضع السوق العام ومنها قوة الفريق والكثير من الأمور الأخرى التي سنوضحها لاحقا ويوجد عدة أنواع لهذا الاكتتاب يوجد نوع يسمى ICO أي Initial Coin Offering ونوع IDO Initial Decentralized Offering وIEO Initial Exchange Offering بالنسبة لل IEO فهو اكتتاب يتم من خلال منصات التداول فمثلا هناك منصة تسمى Binance تقوم بالتعاون مع عملة وهذه العملة تقوم بطرح نفسها من خلال Binance هذا هو أضمن وأفضل نوع لماذا؟ لأن المنصة هي المسؤولة عن تطبيق هذه العملة برمجيا وأيضا مسؤولة عن تتبع الفريق وهو فريق حقيقي أم احتيالي ولكن هذا نوع من الاكتتابات أرباحه قليلة جدا لأنك تحصل على كمية قليلة جدا من التوكن ويكون شيء شبيه باليانصيب أي هل ستتأهل إلى هذا التوكن أم لا بالنسبة لل IEO أي يتم التطرح من خلال المنصات اللامركزية وهو خطر وعالي الخطوط أما بالنسبة عن ICO فهو هنا ينقصب إلى نوعين إما أن يقوم الفاوندر الخاص بالعملة بعمل موقع شخصي هو يتحكم به ويقوم ببيع التوكن أو العملة الرقمية الخاصة به المستثمرين من خلاله وهو هنا النزاهة الصفر يجب عليك أن تقوم ببحث عميق جدا قبل أن تشارك هذا النوع أو من نوع الآخر فتقوم هذه العملة مثلا بعمل اكتتاب لدى موقع وسيط آخر وهنا أفضل نزاهة فهذا الموقع الوسيط الآخر هو الذي ينسأل عن تحديد هل هذا المشروع احتيالي أم لا ولكن ICO إجمالا هو نوع خطر يجب عليك أن تجري دراسة عميقة قبل الاستثمار به أما الآن سنأتي إلى مصطلح الـ AirDrop الـ AirDrop باختصار هي عملات رقمية تحصل عليها بالمجال لكل عملة رقمية نظام إيكو سيستم كما تحدثنا خاص بها وهناك جزء تخصصه للماركتنج وهذا قسم الماركتنج ينقسم منه إلى قسم الـ AirDrop فيمكنك الحصول على عملات رقمية مجانا من خلال عدة أنواع التي تظهر أمامك ولكن الفكر الرئيسي بأنك تستطيع أن تحصل على هذه العملة مجانا أو عن طريق عمولات بسيطة تقوم أنت بدفعها من خلال استخدام هذه الشبكة هكذا انتهينا من أغلب المفاهيم الأساسية إذا شعرت بأنك متشتت يمكنك أن تقوم بعادة مشاهدة هذا الفيديو أو يمكنك الاستمرار في هذه الدورة فسيتم سقل جميع هذا الكلام في الدروس القادم وهكذا وصلنا إلى نهاية المقطع وأذا كان لديك أي سؤال يمكنك الإنضمام إلى مدرسة وبي ثري سكور على تليجرام سأضع الرابط في أول تعليق وإلى اللقاء